أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمنا خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجا ما كان لكم أن تنبدوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعبدون أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها نهارا وجعل لهار راسيا وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثر ما يعلمون أم من يجيب المصدر إذا دعاه ويكشف السبوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ماذا ذكرون أم من يهديكم في ظنمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا أم من يجيب المصدر إلا هم قليلا ماذا؟ أم من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أيله مع الله قل هادوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل إذا رقعهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا إذا كنا درابا وأباؤنا إنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وأباؤنا من قبل إن هذا إلا أساقير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيقهم مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك له فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعنون وما من غائب دين في السماء والأرض إلا في كذاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يخلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع المودى ولا تسمع صم الدعاء إلى ولو مدبرين وما أند بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا من من يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذب بآياتي قال أكذب بآياتي ولم تحيدوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلقوا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنار البصران إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في السور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أدو داخرين ودر الجبال تحسبها جامدة ويوم رمض الصحاب سنع الله الذي أبقى لكل شيء إنه خبير بما دفعون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزعين يومئذ آمنون ومن جاء بالسيد فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها ولو كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتنو القرآن فمن اهدد فإنما يهددي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عم ما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم طاسئين منهم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك بالنبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون عنا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان للمفسدين ونريد أن نمنع الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونريفرعون وهامان 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 وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أرضعين فإذا قفت عنه فلقي في اليم ولا تخافي ولا تحزني إِنَّا رَدُّوه إِلَيْهِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فالتقته آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان مجنودهما كانوا خاطئين وقالت أمراض فرعون قرد عين لي ولكم لا تقذلوه عسى أن ينفعنا أو نتقذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن قادت لتبذي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيم فبصرت به عن جنوبهم وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه جيد قر عينها ولا تحزن ولا تحزن ولا تعلم أن بعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوا بيناه حكما وعما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلهم من أهلها فوجد فيها فوجد فيها رجلين يقتتلا هذا من شعبه وهذا من عدره فاستغاثه الذي من شعبه على الذي من عدره من عدره فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدد مظل مبين قال ربي إني ظلمد نفسي فغفر لي فغفر له إنه هو الراسول الرحيم قال ربي بما أنا عند علي فلن يكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي فإذا الذي استنصره بالأمس يستسرخه قال له موسى إنك لغضي مبين فلما أن أراد أن يبدش من لي هو عدو لهما قال يا موسى قال يا موسى أدريد أن تقضلني كما قدرد نفسه بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملا يأثمرون بك ليطلوك ليطلوك فخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجي من القوم الظالمين ولما توجه للقام مدينة قال عسى ربي أن يهدي لي سواء السبيل ولما غرد مام مدينة وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه ممرأتين ذمودان قال ما خطبكما قال ذا لا نسقي حتى يصبر الربيعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال فقال رب إني لما أنزز إلي من خير فقير فجاءته إحذاهما ذا مشي على السحيان قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيد لنا فلما جاءه بقص عليه القصص قال لا تخف نجي من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القبي الأمين قال إني أريد أن نكحك إهدى ابنتي هاتين هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عضوان عليه والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى أجر وسار بأهله آنس من جانب الظهور نار قال لأهله البثو إني آنست نارا لعني آتكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نولي من شاب الواد الأيمن في المقعد المباركة في المقعد المباركة دمي الشجرة أي يا موسى إني إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رآها بهد الزقام مهاجاً ولا مدبراً ولا يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في ذيبك تخرج بيضاً من غير السوق وازمم إليك جناحك من الرهب من الرهب فذلك مرهانان من رب كينا فرعون وملئ إنهم كانوا قوما فاسقين قال ربي إني قدلت منهم نفساً فأخذ أن يقدلون وأخي يارون وأفصح مني لساناً فأرسله معي يريد أن يصدق لي إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عظلك بأخيك ونجعل لكما سلطاناً ونجعل لكما سلطاناً فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم نوسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا قالوا ما هذا إلا سحر مفتراً وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن ذكون له عاقبة الدار إنه لا يصلح غالبون وقال فرعون يا أيها الملأ معنى بدنكم من إله غيرين فأوقد لي يا هامان عن الطين فاجعل لي صرحاً لعلي أطلع من لا إله موسى وإني لأذنه من الكاذبين واسنكبره ومجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الغالبين واجعلناهم أئم بي يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنى ويوم القيامة هم من المطلوحين ولقد آدينا موسى الكذاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس مهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغرب إذ قضينا إلى موسى الأمر ما كنتم وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة وعليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الغرب إذ ناذينا ولكن رحمة من ربك من ربك لتنذر قوما ما أباهم من نذير من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا قالوا لولا أودي مثل ما أودي موسى أولم يكفروا بما أودي موسى من قبل قالوا سحرا لذا ظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فاخذوا بكذاب من عند الله وأهدا منهما أذبعوا إن كندم صادقين فإن لم يسنديبوا لك فاعلم أن ما يذبعون أهواءهم ومن أظل ممن اذبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يذكرون الذين آبيناهم الكتاب من قبل هم به يؤمنون وإذا يتنا عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرادين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا له وأعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبدو الجاهلين إنك لا تهدي من أحبب ذولك إن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهددين وقالوا إن التبع الهدى معه نتخطف من أرمنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى آمنا يجبى إليه ثمرات إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وقم أهلكنا من قرية مدرت معيشتها فطلق مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قرينا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مونق القرى حتى يبعث في أمها في أمها رسولا يتنوا عليهم آياتنا وما كنا نهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمدعوا الحياة الدنيا وسنتها وما عند الله خير وأبطار أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه فهو لاقيه جما متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحررين ويوم يناديهم فيقول وين شركائي الذين كنتم تزعون قال الذين حق عليهم القول ربنا أولئ الذين أغويناهم أغويناهم كما ووينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعمدون وقيل دعوا شركائهم فدعوهم فلم يسنديبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهدرون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبده المرسلين فعبيض عليهم الأمماء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من داب وآمن وعمل صالحا وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الأخير سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعنيون وهو الله لا إله إلا هو له الحفل في الأولى والآخرى وله الحكم وإليه ذرجعون قل أرأيكم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إلا من إله غير الله يأتيكم بضيام أفلا تسمعون قل أرأيكم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لهم الليل والنهار والنهار لتسكنوا فيه ولتبدأوا من فضله ولعلكم تشكون ويوم يناديهم فيقول أين شرك هاي الذين كنتم تسعون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هادوا هادوا برهانكم فاعلموا أن الحق لله وظل عنهم ما كانوا يفترون إن قانون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوس ما إن مفاتحه لتنوه بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وأبدأ فيما ذاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إن ما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من قبله من القرون من هو أشد منه قفوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينهم قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليذ لنا مثل ما أوتي قارون مثل ما أوتي قارون إنه له حظ عظيم وقال الذين أعود العلم وينكم ثواب الله ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى هالي لصابلون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من دفئته ينسرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين دمانوا ما كانه بالأمس يقولون يقولون ويكأن الله يبسد الفضغا من يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بناه ويكأنه لا يفنح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقب بن المتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين فلا يجزى الذين عملوا الصياد إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى ما عاده قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ظنار مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إليك الكتاب إلا رحمدا من ربك فلا تكونن غهرا للكافرين وما كنت ترجو أن أعيات الله بعد إذ أنزلت بعد إذ أنزلت إليك فادع إلى ربك فلا تكونن من المشركين وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهَا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُمْ كُلُّ شَيْءٍ هَرِقٌ لِلَّا وَجْهَا لَهُ الْحُمْ وَإِلَيْهِ ذُرْجَعُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِفْ لَا أَمِّينَ أَحَسِبَ الْنَّاسُ أَنْ يُطْرَبُوا أَنْ يَقُونُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَثَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ شَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيْعَادِ أَنْ يَسْمِخُونَ سَاءَ مَا يَحْبُونَ من كان يرجو رقاء الله فإن أجل الله لآب وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغري عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيادهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بما لديه حسنا وإن جاهدك لتشرق بما ليس لك به علم فلا تضعهما إلي مرجعهم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فقرة الناس كعذاب الله ولين جاء نسر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوح إلى قومه فلبس فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم غالبون فأنجيناه أصحاب السبيلة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه عبدوا الله فاتقون ذلك الخير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكام إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابدغوا فابدغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاه المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانسوا كيف بدأ الخلق ثم الله ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن ذلك على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه الذقنبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ونذي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ونقائه أولئك يئسوا من رحمته وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جذاب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك آيات للقوم يؤمنون وقال إنما ادخلتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومحواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له نود وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم وذهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في زريته النبوة والكتاب والكتاب وآديناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطن إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أإنكم لتأتون الرجال وتقضعون السبيل وتأتون في نابيكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قال احذنا بعذاب الله إنكم من الصادقين قال رب انسرني على القوم المفسدين ولما جاء برسلنا إبراهيم بالمشرى قالوا قالوا إنا مهلقوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطان قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا مرأة كانت من الغابرين ولما جاءت رسلنا لوطانسي بهم وضاق بهم ذرعا وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا مرأة فكانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد دركنا منها آية بيجنة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال فقال يا قوم عبدوا الله ورجوا اليوم الآخر ولا تعفوا في الأرض مفسدين فكذبوا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد بيّن لكم من مساكنهم وزيّن لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقالون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبيناد فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنب فمنهم من أرسلنا عليه حاشبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أورقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكر إذ أخذت بيضا وإن أوهن البيض لبيض العنكبون لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم ودلق الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر